موسيقى اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل ما علمتنا وما تعلمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا وأنت أكرم الأكرمين وبعد وصلنا إلى نهاية اللقاء الثاني بين يوسف عليه السلام وبين إخوته وللتذكير اللقاء الأول اللقاء الأول الذي جرى بين يوسف وبين إخوته طلب منهم أن يأتوه بأخ لهم من أبيهم ورد إليهم بضاعتهم التي أتوا بها من بلادهم مقابل الطعام أو المؤنى أو الميرة التي يريدون أخذها من مصر وبالتالي اجتهدوا وأقنعوا أباهم بأن يأذن لهم بأخذ بن يامين الأخ الأصغر إلى مصر وفعلا أخذوه وكان اللقاء الثاني بين يوسف عليه السلام وبين إخوته وفي هذا اللقاء الثاني دبر الله ووفق الله يوسف لمكيدة استطاع أن يبقي أخاه بن يامين عنده في مصر بصناعة تمثيلية ووضع صواع الملك في رحل أخيه ثم إخراج القضية على أنهم سرقوه وأن السارق في شريعة يعقوب يصبح عبدا للمسروق منه وبإقرارهم واعترافهم وأبقى أخاه عنده وحاولوا جدا أن يستبدلوا بن يامين بواحد منهم فرفض يوسف قال فلما استيأسوا منه أي من تخليص بن يامين واستبداله بواحد منهم خلصوا نجيا أي انفردوا في ناحية يتناجون قال كبيرهم وكبيرهم هذا هو ذاته الذي منعهم من قتل يوسف وطرح عليهم فكرة بديلة وهي إلقاؤه في غيابة الجب قال كبيرهم وكان هذا الكبير هو أشفقهم على يوسف وأكثرهم طاعة لأبيه ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله أي لترجعنا بن يامين معكم ومن قبل ما فردتم في يوسف أصبح الآن بسببكم خسر أباكم ولدان أو ولدين يوسف وبن يامين ثقل على قلبه ما حدث فقال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أي يقول لي ارجع فقد رضيت عنك وقبلت عذرك أو يحكم الله لي أستطيع أن أجد طريقة لأسترجع بها أخي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم يعني أنا لن أعود معكم خلاص قرر قرار نهائي أن يبقى في مصر حياء وخجلا من مواجهة أبيه هذه المرة الثانية التي نحرمك فيها أو نكون سببا في حرمانك من أبنائك ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين أن يقول للأب وهو يعقوب نبي كريم أن أحد أبنائك قد سرق هذه ليست فقط تهمة للأب هذه تهمة للأب أنك لم تحسن تربيته هذه قضية سقيلة جدا 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 واحد مننا إذا قيل له وهو يجتهد أن يربي أبنائه جيدا إن ابنك قد أخطأ اترك سرق والله سقيلة عليه أم لا سقيلة جدا لأن هذا اتهام للأب قبل أن يكون اتهام للولد أن يقول له ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق والله سقيلة سقيلة جدا وهم إن قبلوها على أخيهم بن يامين لأنهم أصلا فاقدي السقب بن يامين ولا يحبونه لا هو ولا يوسف لكن هذه كيف سيقبلها ويصدقها يعقوب وهو يعلم من الذي كيف رب ولده إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا والله ننقل لك الموضوع كما حدث يعني ليس لنا دور لا افتراء ولا مبالغة ولا زيادة ولا نقصان وما شهدنا إلا بما علمنا وكلمة بما علمنا هنا توازي بما رأينا نحن رأيناهم كيف استخرجوا الصواع من رحل أخينا ما قضية سماع وما شهدنا إلا بما علمنا وفي القرآن تأتي أحيانا العلم بمعنى الرؤية والرؤية بمعنى العلم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حدثت قصة الفيل كان لم يولد بعد هو ولد بعد أيام من حدثة الفيل ومع ذلك ربنا قال ألم ترى هنا أي ألم تعلم فيستخدم القرآن وهذه من لغة العرب إننا أنزلناه قرآنا عربية يستخدم الرؤية بمعنى العلم أو العلم بمعنى الرؤية وما شهدنا إلا بما علمنا يقينا رأينا كيف فتشوا رحالنا واستخرجوا صواع الملك من رحل الأخ الذي بقي في مصر وما كنا للغيب حافظين يعني اعتذرون أننا لو كنا نعلم أن أخانا سرق كنا لم نأتي به أصلا من فلسطين ولم نقبل أن نسلمه كنا هربنا يا أخي لكن ما كنا للغيب حافظين يعني الموضوع خرج على ما قال يعقوب إلا أن يحاط بكم وقد أحيط بنا سبحان الله كأن الله أعلم يعقوب بما سيحدث في المرة الأولى لما فقد يوسف قال وأخاف أن يأكله الزئب فكانت الحجة وأكله الزئب وفي المرة الثانية قال إلا أن يحاط بكم وقد أحيط بهم بهذه المكيدة واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون القرية هي مجموعة بيوت متقاربة على نمط معين إما مربعات وإما دوائر إذن القرية هي بيوت مجموعة القرية لا تسأل إذن هنا في محذوف تقديره واسأل أهل القرية التي كنا فيها والتي حدثت فيها واقعة السرقة وكيف أن الصواع استخرج من رحل أخينا طيب كيف يعقوب سيسأل القرية يعني اسأل من يأتي من تلك القرية لأن هذه الحادثة اشتهرت وانتشرت في كل المدينة فأنت انتظر وأنت على طريق المسافرين أي إنسان يأتي يقول قل له هل سرق صواع الملك ومن سرقه سيخبرك تماما كما أخبرناك الآن يأتون بأدلة لكن بحادثة يوسف وجاءوا على قميصه بدمين كذب واستطاع أن يكتشف كذبهم فورا أما الآن بكل قوة واسأل القرية أي واسأل أهل القرية هذا اسمه محذوف مقدر أو يسمى في اللغة العربية إضمار واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها والعير هي عبارة عن إبل وأبعر مجموعة يعني جمال هذه لا تسأل أيضا هنا والعير يعني وأهل العير التي أقبلنا فيها هذه القافلة التي كنا معهم لأنهم كانوا لا يسيرون إلا بقوافة كبيرة لأن الطريق محفوف بالمخاطر والصحراء يعني خطرة والسير فيها يحتاج إلى جماعة كثيرة والعير التي أقبلنا فيها سيخبروك هم رأوا وشاهدوا مثل ما رأينا وإنا لصادقون لكن كما قلنا كيف يصدق نبي أن ابنه المقرب المحبوب إليه الذي اجتهد في تربيته سارق فلم يصدق يعقوب وقال لهم مثل ما قال عندما جاءوا وادعوا أن يوسف أكله الزئب قال بل سولت لكم أنفسكم أبرا هذه المرة لم تسول لهم أنفسهم أمرا هذه المرة وقعوا في مكيدة وأحيط بهم لكن في المرة الأولى ولذلك قيل إن الثقة صعب الحصول عليها ولكنها إذا فقدت قل ما تعود خلاص يعقوب فقد الثقة بأبناؤه أفقدوه أول مرة يوسف بحجة كاذبة وبمكيدة هم كادوها الآن لما كان الموضوع صدق لم يصدقهم لأن لهم سابقة كذب وغش وخداع فالثقة عدمت قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا لذلك يا أخي أهم شيء في التعامل بين الناس الثقة والسمعة الطيبة هذه تحتاج إلى استقامة ومدة ممارسة طويلة والسبات على هذه الاستقامة حتى تصبح لك سمعة طيبة لكن ممكن أن تفقدها بسرعة بحادثة غش أو بكذبة يتعلقون بها أنك كذبت مرة ربما تفقد سمعتك ولذلك هنا دفع أبناء يعقوب هذه المرة التي كانوا فيها الصادقين دفعوا سمن فعلتهم الأولى قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم فصبر جميل هناك صبر جميل إذن هناك صبر غير جميل الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا تزمر ولا تفتح فمك إلا بالحمد لله رضينا بما كتب الله هذا صبر جميل أما الصبر العادي أنك تصبر أنت لا تبكي ولا يعني تموت هما وغما لكن كلما جلست والله أنا حدث معي كذا وكذا حدث معي والله أنا متألم هذا صبر لكن فيه شكوى أما الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا تذمر ولا الطراب يعني هو يشبه إن لم يكن هو نفسه الرضا رضينا هكذا أراد الله نحن هكذا رضينا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا الآن يعقوب قد خسر في الجملة ثلاثة أولاد يوسف أولا وبنيامين ثانيا الذي أخذ في شريعتهم عبدا للمسروق منه والكبير الذي رفض أن يعود ما في المرة الثانية أخوة يوسف دخلوا أحد عشر أخا وعادوا إلى أبيهم تسعة نقصين اثنين بنيامين الذي أخذه يوسف في تلك المكيدة وروبيل كما جاء اسمه في الروايات الكبير الذي رفض أن يعود إذن أصبح يعقوب فاقد لثلاثة لذلك قال وكأن الله أعلمه أنهم سيعودون إليك وتجتمع بهم قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وعسى فعل ترجي يعني أرجو الله ودائما إذا وردت عسى أو لعله في القرآن فهي تفيد التأكيد يعني سيأتيني له بهم جميعا وخاصة إذا نطق بها نبي أو كانت وعدا من الله فعسى الله أن يأتيني بهم جميعا هذا يقين وثق بالله من يعقوب أنهم سيعودون وسألتقي بهم إنه هو العليم الحكيم له حكمة في أن يفقدني إياهم مؤقتا وله حكمة في أن يعود إلي وأعود إليهم وهو العليم بكل التفاصيل التي ربما خفيت علي أو عليكم وفعلا هم تفاصيل المكيدة خفيت عليهم ومن باب أولى يعقوب لا يعلم بها هو الذي يعلمه ومتأكد منه أن ابنه لا يسرق كما هو متأكد أن الذئب لم يأكل يوسف هو متأكد من هذه الأمرين وتولى عنهم هذه عبارة تولى عنهم تفيد أنه هجرهم وتولى عنهم لقد ارتكبتم بحقي قضيتين كبيرتين أفقدتمون يوسف والآن بسببكم المباشر أو غير المباشر فقدتوا بن يامين وتولى عنهم هجرهم دخل إلى غرفته فلم يخرج أيًا كان وتولى عنهم والتولي هو الإعراض وإدارة الظهر وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف هو فقط ثلاثة لكن الوحيد الذي بقي يذكره من؟ يوسف ما هذا الحب؟ ما هذا الحب الذي أحبه يعقوب ليوسف؟ مع أن حادثة فقدان يوسف مرة عليها زمن طويل هناك من قال 12 سنة هناك من قال 18 عاما هناك من قال 40 عاما طبعا ما في شيء بالأحاديث الصحيحة أو ذكر في القرآن روايات عن بني إسرائيل ورسول الله سمح لنا وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما لا يعارض شرعنا وهذه تفاصيل لا تعارض الشرع يوسف أقل حاجة فقده من 12 سنة لكن حرارة فقد يوسف كأنها الآن بنيامين الآن أصبح له أيام فقده روبيل أصبح له أيام فقده والمصيبة في أولها كبيرة قالوا كل شيء في الدنيا يبدأ صغيرا ثم يكبر إلا المصائب والبلاوي تأتي كبيرة ثم تتناقص مع الأيام يعني أنت إذا تليت بموت أحد من أحبابك ألم كبير لكن مع الأيام يتناقص وتعود إلى حياتك الطبيعية لكن انظر إلى يعقوب فقد سلاسة واحد فقده قديم واثنين فقدهم جديد لا زالت المصيبة بهم ساخنة ومع ذلك ما تذكر إلا من وتولى عنهم وقال يا أسفا ما قالوا يا أسفا على سلاستهم ما قال يا أسفا على يوسف ومن يامين قال يا أسفا على يوسف لذلك يضرب المثل بحب يعقوب ليوسف لسه نشوف قضية أخرى لما قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف يا رجل أول ما القافلة طلعت من مصر ودخلت إلى سيناء شم رائحة قميص يوسف ما هذا الحب يا رجل ما هذا الحب شيء عجيب هذا الحب شيء عجيب رسول الله تعالى سلام قال لنا إن أرواح المؤمنين لتلتقين على مسيرة يوم وليلا ولما يرى أحدهم صاحبه الأرواح تتلاقى هذا الحديث في مسند الإمام أحمد يعني أنت فجأة تكون جالس لك أخ مسافر أنت لا تعلم أنه الآن مثلا مثلا في مطار القاهرة وسيعود إلى الخرطوم تشعر فجأة أنك تذكرته وتذكرت كثير الأمور التي بينك وبينه يعني هجمت روحه على روحك إن أرواح المؤمنين لتلتقين على مسيرة يوم وليلا وما رأى أحدهم أحدهما صاحبه كما أن الحديث صحيح الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف فهنا نقول لهم يا أسف على يوسف ثلاث أولاد فقدهم والحسرة الكبرى هي الحسرة القديمة وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ابيضت عيناه من الحزن أي غلب بياضها على سوادها هلأ بعض الروايات تفيد بأنه أصيب بالعمى نتيجة الحزن وهذا ممنوع على الأنبياء لكنه ربما أصيب بغشاوة في النظر منعته من دقة النظر لكثرة البكاء ممكن وبيضت لأن الله لو أراد العمل قال وعميا من الحزن لكن الله ما قال قال وبيضت عيناه طالما بيضت عيناه والله قادر أن يقول وعميا إذن ليس عمى ونحن نعلم أنه من الشروط الواجبة من الصفات الواجبة للرسل هذا في عقيدة أهل السنة والجماعة خلوهم من الأمراض المنفرة ومنها العمى لا يمكن أن يكون الرسول أعمى ولا أصم ولا أبكم ولكنها حالة طارئة من ضعف البصر زالت عنه لما ألقي عليه قميص يوسف كما سنرى قال وبيضت عيناه من الحزن فلم يعد يبصر بها بصرا كاملا ولسبب طارئ هو الحزن زال الحزن فزال هذا الإبيضاد أو هذا العشا أو هذا التغبيش في الرؤية نعم فهو كظيم الكظيم هو الذي امتزجت في داخله مشاعر غضب وحزن شديدين ولم يظهرهما والكاظمين الغيظ كلمة الكاظمين أي الذين يحاولون يجتهدون أن يحصروا هذا الغيظ داخلهم حتى لا يخرج فيسيئوا إلى أحد بكلام أو فعل هذا هو الكظم يعني محاولة الكتمان قال لما يقال كظيم مع أناه اجتمع فيه حزن وغضب حزن على من فقد وغضب على من كان سبب الفقد وأشد شيء على الإنسان أن يجتمع عليه حزن وغضب هذه قضية كظيم ما قضية سهلة تشعر أنك مقهور غضبان من أناس أساءوا إليك لكن لا تريد أو لا تستطيع أن تعاقبهم لكن يا أخي هؤلاء أولادي أساءوا إلى أولادي ماذا أفعل هناك غضب من تقصير هؤلاء بحفظ يوسف وبنيامين وحزن على فقد يوسف وبنيامين الحزن والغضب فهو شوه فهو كظيم هذا الذي مر فيه يعقوب أمر طبيعي أن يحدث غشاوة في العين نحن عندنا ممكن أنه بلحظة غضب عارمة أن يرتفع السكر فيحدث عدم رؤية إما مؤقتة وإما دائمة فما بالغ إذا اجتمع الغضب والحزن أحيانا من شدة الضحك والفرح لا تعد تبصر تماما في عينيك لأن في دموع الفرح تفعل هكذا أحيانا من شدة البكاء والحزن والغضب يحدث معك هذا إذن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لدرجة أن أبناءه أشفقوا عليه هن ذاته اللي إن أبانا لفي ضلال مبين وجعلوه يفقد يوسف قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف يعني لا تزال تفتأ لا تزال ستبقى لا تفارق ذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين أقسم يمين تالله مثل والله يعني كأنهم يريدون أن يقول له خلاص انسى يوسف يا أخي يوسف ذهب وانتهى لا تزال تحزن عليه وتذكره تذكره تذكره فيجدد لك حزنا يجدد لك ألما يجدد لك هذه الحالة كظيم تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا والحرض في اللغة العربية هو المريض الذي اشتد عليه المرض حتى أصبح كالميت يعني تقريبا تقول مشلول أو معه شلال نصف فالج أو بطيء الحركة لشدة ثقل الأمراض التي ألمت به هذا هو الحرض حتى تكون حرضا أي شبه ميت أو تكون من الهالكين يعني أن يسبب لك هذا الحزن الموت وتنتهي نهائيا إذن أولاد يعقوب أشفقوا عليه يقصمون عليه بالله أن ينسى يوسف أخي خلاص يوسف أربعين سنة تذكره لو كان حيا لجاء قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أنتوا مالكنوا مالي أنا عم بشتكي لكون شيء إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إذن هو لما قال يا أسف على يوسف لم يقلها شكوى إليهم لأنه هو تولى عنهم إذا كان يقولها بينه وبين ربه فلما رأوه منفردا بنفسه أشفقوا عليه وقالوا تالله تقفت أتذكر يوسف حتى تكون حرضا ومتكون من الهالكين فأجابهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله البث هو ما يشكوه المريض من الألم لمن يسأل عن حاله هو نفسة محذون أن يفرغ عن حزنه مثل ما نقول باللغة الدارجية يفضفض عم يفضفض قال إنما أشكو بثي وحزني إلى من؟ إلى الله لأن الله وحده قادر أن يزيل هذا الحزن أما إذا شكوت إلى مخلوق مثلي فهو عاجز وأشد عجزا مني لأن الذي بي من الحزن هو لا يعرفه أنا أكلمه عنه لذلك ورد أن الله يعاتب المرضى إذا شكوا إلى غيره فيقول أتشكوني إلى غيري ممن لا يملك لك ضر ولا نفع هل لا شكوت ذلك إلي فبيدي الخير كله كما جاء في بعض الآثار فأنت إذا وقعت في حزن في ألم كنك يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله توضأ صلي ركعتين أطل السجود وقل يا رب يا رب وهذا ما دله القرآن الكريم دل نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قد نعلم أنك في آخر سورة الحجر قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون قالوا عنه ساحر قالوا عنه شاعر قالوا عنه مجنون قالوا عنه كذاب قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون أي شو أعمل وصف له ما قال له رو اشرب سيجارة هلأ بعض الناس بيقول لك لما يكون غضبان أو حزنان خذ لك نفس سيجارة هيك يا سلام هذا شعور كاذب هذه عملية تسكين ليست عملية معالجة لكن العلاج الحقيقي فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين التسبيح بحمد الله قرنه الله في القرآن دائما مع الصبر فاصبر لحكم ربك فاصبر على ما يقولون وسبح فاصبر وسبح واصبر وسبح إذن التسبيح له تأثير كبير في أن يعطيك قدرة على الصبر قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين الدواء الثاني إيش كثرة السجود وإطالة السجود يا رب بيدك الأمر كله يا رب قد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أليس هذا ما قاله أيوب عليه السلام مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا رب اكشف عني ما نزل بي هذا يفيد هذا علاج لأن إليه يرجع الأمر كله إنما أشكو بسي وحزني إلى الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين في آية الحجر تسبيح بحمد الله كثرة السجود ولزوم العبادة يزول حزنك وضيقك وهمك وغمك وفي قصة يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وفي هذا القدر كفاية وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين الفاتحة الفاتحة موسيقى اشتركوا في القناة